استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر لسخير هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائبة القائد الأعلى النائبة الأول لرئيس مجلس الوزراء والأنجال الكرام ومعالي السيد أحمد إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وسعادة المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة فقد استقبل جلالته كبار العائلة المالكة الكريمة وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لميثاق العمل الوطني حيث رفعوا إلى جلالته أسماءات التهاني والتبريك بهذه المناسبة الوطنية العزيزة مشيدين بما حققته مملكة البحرين من إنجازات حضارية وتنموية في كافة المجالات وما تحظى به من مكانة متميزة على المستويات الإقليمية والعربية والدولية في ظل قيادة جلالة الملك المفدى وبفضل نهجه الحكيم حفظه الله كما ثمنوا عاليا بكل التقدير والاعتزاز الجهود الكبيرة لجلالة الملك المفدى وخطواته الرائدة من أجل تعزيز وتطوير العلاقات التنائية الطيبة بين مملكة البحرين وسائر الدول الشقيقة والصديقة وترسيخ مواقف المملكة المشرفة في مختلف المحافل وتعزيز مكانتها ودورها في المحيط العربي والدودي سائلين الباري عز وجل في هذه الذكرى الغالية أن يحفظ جلالة العاهل المفدى ويرعاه ويسدد خطاه ويحقق لمملكة البحرين وشعبها الكريم في عهد جلالاته الزاهر ما تصب إليه من عزة وتقدم ورقي وازدهار وقد بادلهم صاحب الجلالة الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة الوطنية والتي شكلت نقلة نوعية في تاريخ مملكة البحرين وبدأ مرحلة جديدة من مسيرة العمل الوطني والنهضة الشاملة وترسيخ الحياة الديمقراطية وأكد جلالته حفظه الله أن ميثاق العمل الوطني فتح آفاقا جديدة في مختلف المجالات وشكل طريقا لمستقبل البحرين المشرق وعزز من مكانة المملكة على الأصعدة الإقليمية والعربية والدولية مشددا حفظه الله على أن ميثاق العمل الوطني سيبقى منطلقا نبني عليه مسيرتنا الإصلاحية ونجني ثماره لتعزيز مختلف الجوانب الديمقراطية والتنموية كما شدد جلالة العاهل المفدة بعطاء المواطن البحريني وإخلاصه في القيام بواجباته ومسؤولياته في مختلف مواقع العمل والإنتاج وما حققه الرجل والمرأة البحرينية من مراكز قيادية في العديد من المنظمات العربية والإقليمية منوها إلى أن مملكة البحرين تعمل دائما لتحقيق كل التطلعات الصادقة والبخلصة لتعزيز التلاحم الوطني في إطار ما يربط أهل البحرين من قيم عربية أصيلة وأخلاق فاضلة وتعاون ومحبة في ظل روح الأسرة البحرينية الواحدة كما أكد جلالته أن مسيرة الإصلاح والبناء في المملكة مستمرة بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية والحضارية والديمقراطية معربا جلالته أيده الله عن شكره وتقديره للجميع لما أبدوه من مشاعر وطنية صادقة في هذه الذكرة التاريخية العزيزة داعينا الله العلي القدير أن يعيدها على مملكة البحرين وشعبها الوفي بمزيد من التقدم والازدهار هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلال الملك المفدى مأدبة غداء بهذه المناسبة بعد ذلك شاهد جلالة الملك المفدى معرض الصور التاريخية لحكام مملكة البحرين خلال مسيرة الخير والعطاء منذ عام 1869 إلى العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلال الملك المفدى والذي أعده مجلس العائلة المالكة الكريمة واستمع جلالة المالك المفدى إلى شرح من معالي الشيخ إبراهيم بن خالد آل خليفة مدير عام مجلس العائلة المالكة الكريمة حول هذا المعرض ثم قدم مدير عام مجلس العائلة الكريمة إلى جلالة المالك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد هدايا تذكارية بهذه المناسبة ولدى وصول موكب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى قصر الصخير اصطفى عدد من طلبة وطالبات مدارس وزارة التربية والتعليم تعبيرا عن ترحيبهم وتهنئتهم لجلالته لهذه المناسبة الوطنية الكبيرة اشتركوا في القناة